السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم والذي هنتكلم فيه في هذا الفيديو عن كيف سأر كولر للنادي الأهلي من الوداة بعد دوري أبطال المباراة الوحدة في عام 2022 فخليكم معنا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا أن باختلافات طفيفة إدر كولر أنه يصأر للنادي الأهلي في هذه البطولة فأعاد السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هيبت الفريق الأحمر من قلب كازابلانجا بعد أن تعادل في مساء الأحد مع الوداد المغربي بنتيجة واحد واحد في مباراة الإياب ليتوج ببطول الدوري أبطال إفريقيا للمرة الحداشر في تاريخه وكان النادي الآلي قد حقق الفوز على الوداد المغربي في مباراة زهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة اتنين واحد في المباراة اللي أقيمت على استاذ القاهرة الدولي الفضل في تتويج النادي بالألقاب في الموسم الحالي يعود لمارسل كولر اللي نجح في خلق فرص عديدة بين اللاعبين وطور من أداءهم كما فرص شخصيته على غرفة خلع الملابس ليكتب تاريخا خاصا حيث تعد هذه البطولة الرابعة له مع النادي الأهلي بعد فوز باثنين سوبر مصري وكأس مصر ويفوز بالبطولة الرابعة له في هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا وهي البطولة الأغلى من وجهة نظري والأهل استطاع الانتقام من الوداد المغربي بنفس الوجوه التي لعب بها في نهاي النسخة الماضية عشرين اتنين وعشرين والتي كان يقود النادي الأهلي وأقتها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فموسيماني دخل مباراة نهاي الفين اتنين وعشرين بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديونج وحمد فتحي وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وجلس وقتها على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة ومحمد شريف وواليد سليمان وعلي لطفي وعمر السلياء وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشاء ومحمود وحيد وكريم فؤاد وبدأ بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي وقتها التبديلات في الديئة اتنين وخمسين من الشرط التاني عندما أخرج حسين الشحات وأشرج بدلا منه محمد مجدي أفشاء بالإضافة إلى خروج أحمد عبدالقادر ونزول محمد شريف وبعدها بحوالي ربع ساعة وتحديدا في الديئة 71 خرج حمدي فتحي ومحمد هاني ونزل بدلا منهم عمري السلياء وصلاح محسن ومن ثم أنهى بيتسو موسيماني تغيراته في الديئة 84 بنزول وليد سليمان بدلا من أليو ديونج ورغم كم من نجوم التي يمتلكها النادي الأهلي في هذه المباراة إلا أنه تلقى هزيمة من الوداد بنتيجة 2-0 أحرزهما زهير المترجي لاعب فريق الوداد المغربي وعاد النادي الأهلي القاهرة بعد الهزيمة من الوداد في نهاية المباراة الوحدة أمام الوداد المغربي ومن ثم رحل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن صفوف الفريق وتولى المهمة بدلا منه المدير الفني مارسل كولر بس قبل مارسل كولر كان في سواريش اللي ما عملش حاجة مع النادي الأهلي بس لذلك هو ما جابوش صرته في هذا التأرير ونجح كولر في استعادة هيبة الأهلي القرية والمحلية فتوجب بطولة كأس السوبر المصري مرتين متتاليتين وبطولة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وتعاقد النادي الأهلي مع خمس لاعبين خلال فترتين الانتقالات الصيفية والشتوية وهم خالد عبد الفتاح وشادي حسين وبرونو سابيو ومحمد الضاوي كريستو وأحمد القندوسي وجميعهم لم يلعبوا في مباراة الصقر أمام الوداد التي أقيمت بالأمس فكولر لعب مباراة الوداد بتشكيل مكون من محمد الشنية ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعيم وعلي معلول وحمدي فتحي وقاليو ديونج ومران عطية وحسين الشحات وبرسي تاو ومحمود قهرب وجلس على مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيع وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمر السلية وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد وبالتالي شهدت تشكيل الفريق الأهلاوي ثلاث اختلافات فقط حيث شارك محمد عبد المنعيم بدلا من أيمن أشرف ومروان عطية بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا بدلا من أحمد عبد القادر ولم يطرق لاعب جديد على التشكيل الأساسي للأهلي إلا مروان عطية فمحمود عبد المنعيم كهربا كان معارض لفريق هاتاي سبور التركي أما محمد عبد المنعيم في غيبع النهائي 22 بسنة سبب الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة لأيام ليثبت كولر عبقرياته في استعادة هيبة النادي الأهلي والصقر من هزيمة الوداد المغربي على نفس الملعب وبفروق طفيفة عن نهائي 22 عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن كيف صقر كولر للنادي الأهلي من الوداد بعد دوري أبطال المباراة الوحدة في عام 2022 ففي النهاية هذه المباراة مختلفة كلية وجزئية عن المباراة السابقة فالنادي الأهلي في المباراة السابقة كان جاي المغرب وهو خسران معنويا بسبب الظروف اللي تحط فيها النادي الأهلي قبل المباراة ولكن في هذه المباراة الأهلي كان عنده دافع كبير بفوز زهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لمسم 20-22-23 واللي قدر بعدها أنه هو يتعادل في لقاء الإياب وياخد البطولة بمنتهى القوة تغييرات كولر كانت سبب كبير في عودة المباراة مرة أخرى للنادي الأهلي كما أن جمهور الوداد كان سبب رئيسي في خسارة نادي الوداد هذه المباراة بسبب الشماليخ اللي كان عملها في الديئة تقريبا سبعين وفضل الحكم وقف اللقاء لبعض الدقائق النادي الأهلي في هذه الدقائق قدر أنه هو يجمع نفسه وقدر أنه هو يجمع الفريق وقدر أنه هو يرتاح نفسيا ومعنويا وقدر أنه هو يسجل الهدف من بعد هذا التوقف قدر أنه يكمل المباراة مرة تانية ويسجل محمد عبد المنعم الهدف الأغلى ليه في هذا الموسم وهو هدف بطولة دوري أبطال إفريقيا ففي النهاية مرسل كولر مدرب عبقاري وأثبت عبقرياته في مبارايات النهايات التي شارك فيها جميعا سواء كان الصبر المصري مرتين وكأس مصر ومباراة دوري أبطال إفريقيا أرسل كولر نجح في الاختبار الأول وكان اختبار صعب جدا أمام نادي الزمالك لما قدر يفوز على نادي الزمالك في الصبر المصري بنتيجة 2-0 كما نجح في أنه يفوز على فريق بيرامدز في الصبر الثاني بهدف مقابل لا شيء بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة بالتعادل بدون أهداف ونجح علي معلول علولو ملك الحلول أن هو يسجل هدف من راقل الجزاء في الوقت الأضافي الأول ثم فريق النادي الأهلي نجح في الاختبار الثالث واختبار بطول الكأس مصر لما فاز على فريق بيرامدز بنتيجة 2-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 1-1 ويسجل فريق النادي الأهلي هدف تاني في الوقت الأضافي وينجح أنه يفوز بالبطولة بنتيجة 2-1 واخر اختبار نجح في المدير الفني مارسل كولر وهو اختبار بطولة دوري أبطال إفريقيا لما فاز في مباراة الزهاب بنتيجة 2-1 وقدر أنه يتعدل في مباراة الاياب بنتيجة 1-1 ويأخذ البطولة رقم 11 للنادي الأهلي في تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومارسل كولر أمامه اختبار صعب آخر وهو اختبار بطولة السوبر الإفريقي أما هيلعب مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي أول مرة يشارك في السوبر الإفريقي وآخر اختبارين لمارسل كولر في هذا الموسم هو اختبار بطولة الدوري إلى عام المصري اللي هو قريب منها بنسبة 90% وبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023 اللي الأهلي لسه ملعبش فيه لقاء دور الـ 32 وإحنا دلوقتي وصلنا إلى دور الـ 16 في بطولة كأس مصر فنتمنى التوفيق لمارسل كولر والنادي الأهلي في الفترة المقبلة الفريق بصراحة اتغير كتير جدا مع مارسل كولر وعمل توليفه أكتر من رائع وعمل أداء أكتر من رائع وهذا الأداء بيكلل بالنتائج اللي بيحققها النادي الأهلي في الفترات السابقة فعشان كده نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة السابقة يفضل التقلق مستمر والبطولات مستمرة لأن النادي الأهلي ما بيقافش عند بطولة واحدة وبيبص على بطولات تانية بعيد وهو هدفه الأكبر دلوقتي أنه هو يكسر الرقم القياسي في الفوز بالبطولات اللي مع ريال مدريد ريال مدريد وصل إلى 29 بطولة والنادي الأهلي بيفوزوا ببطولة دورة أبطال إفريقيا وصل إلى البطولة 25 وتبقلوا أربع بطولات لكي يكون الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم وعشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين موسيقى